قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزهة إنها ستفتح تحقيقا فيما أثير عن صفقة عقارية ضخمة أحد أطرافها عظم في مجلس الأمة وعكد الناطق الرسمي باسم الهيئة ألمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر أن الهيئة ممثلة بقطاع كشف الفساد والتحقيق ستقوم بمباشرة اختصاصاتها من خلال مواد قانون شائعة والبدأة في جمع الاستدلالات والتحريات لتأكد من صحة هذه المعلومات المتداولة واسدعى جميع من له علاقة بهذا الموضوع والطلب من لجنة الفحص المختصة إعادة فحص مكونات إقرارات الذمة المالية ذات الصلة